واحدة من أمي مباحث علوم القرآن الدوائر المعرفية التي تعرض لها القرآن ماذا تعرض القرآن لأي شيء هل تعرض للعلوم الطبيعية أو لم يتعرض ياهو هذا لا بد ننتهي منه إذا القرآن متبني أن يتعرض للعلوم الطبيعية إذن بيني وبين الله المتكلم من المتكلم هو الله على لسان نبيه إذن يمكن أن يكون مستند إلا في العلوم ماذا في العلوم الطبيعية أيضا هل يتكلم في الفيزياء كيمياء حتى نفسر الآيات بمنتجات العلوم البشرية كما فعل الطنطاوي في الجواهير هذه المسألة لا بد أن تبحث في محلها أو أن القرآن أساساً إنما جاء لهداية الإنسان لبناء الإنسان فإذا بني الإنسان عند ذلك العلوم الطبيعية تأخذ مجراها شنوه لأنه كل يعمل على شاكلته فإذا كان الإنسان صالحاً ماذا ينتج في العلوم الطبيعية ينتج علماً صالحاً وعلوماً صالحاً لعلوم تضر البشرية ياه منه؟ فطبيعة الحال إذا كان الفرد صالح والعالم الفيزياء صالح سوف ينتج في معمله ومختبره علماً ماذا؟ صالحاً ولهذا أنت تجد الآن البشرية تنتج في كثير من مصانعها ومختبراتها وتصرف على ذلك المليارات بل مئات المليارات بل التريليونات تريليونات آخر إحصائية للسنة الماضية في الميزانيات العامة العسكرية للدول مولانا 2 تريليون دولار 2000 مليار دولار يعني هذه متغذي كل البشرية والله تجعلها جنة ولكن لأن الإنسان مصالح فكل جهد في المختبر والطبيعة والعلوم وين ده يتوجه؟ يتوجه إلى إنتاج الأسلحة الكيماوي وقعني يريد يستعملها ما يستعملها علش أنه ده ينتجه ويكون في علمكم يكون في علمكم الحرب العالمية الأولى سنة 17 إلى الحرب العالمية الثانية 30 سنة تمام؟ من الحرب العالمية الثانية الغرب بنى كل اقتصادة على الاستفادة من الدول النامية يعني شنو؟ يعني أن هذه الدول في الحرب العالمية الثانية العالم تقريبا ثلثين منها دمر بعض اقرأوا حياة هتلر أربع مجلدات مولانا هو يبحث لطيف به هو يألطاب هو يتعرف عن التاريخ أربع مجلدات عن هتلر من الكتب الجيدة في هذا المجال سبعين مليون قتل ماذا فعل بالعالم فلان 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 الغربيين مولانا بعد هذا التدمير الكامل اجوا شغلوا كل مصانعهم وبنوا شنو؟ شنو قولوا؟ مجتمعاتهم وبقيت هاي الدول اللي يسموها النامية والعالم الثالث شصار مولانا؟ بقيت فقيرة مستضعفة الآن الغرب مولانا هم صار مجدي مولانا دا تعرفون المشاكل عنده فماكو حل إلا شنو شي صير هنا؟ شنو؟ وأنا دا أصور دا تجدون يعني الآن ليبيا دمروها تونس دمروها مصر دمرو العراق دمرو سوريا دمروها لبنان دمرو اليمن دمرو بعد وماشى المعادلة إلى أن المنطقة كلها ترجح إلى مئة سنة شنو؟ ها؟ إلى الوراء حتى تبدأ المصانع الغربية شنو؟ ها؟ تبني؟ ولذا أنا في هذا الإطار أفهم هذه الفضائيات فضائيات الفتنة التي تحاول أن توجد سنة والشيعة مولانا ما نريد أتهم أحد ولكن أفهمها في هذا الإطار وهو أنه لا بد هذا الإصطفاء في صير حتى تخرج إلى الطفو هذه المعارك شنو؟ هم المذهبية هم العرقية إلى غيره على الأحوال ارجع أرجع إلى بحث أعزائي